الوفاء بتعهداتك في الوقت قال ناسب لتلقي بركاتك لقد طلب الله نبني اسرائيل ان يحتر ويجدد عهوده بين يديه يجب ان لا يغفل عن اي تعهد او يعتبرونه غير ذيصل ولكن يجب عليه استرداد كل تعهد في الوقت قال ناسب ذكر الله انه سيعتبر وعد اي شعب اسرائيلي فاشل جري اه وسيفرضه على استردادها قال الله لابنائه لقد طلب الله نبني اسرائيل ان يحتر ويجدد عهوده بين يديه يجب ان لا يغفل عن اي تعهد او يعتبرونه غير ذيصل ولكن يجب عليه استرداد كل تعهد في الوقت قال ناسب ذكر الله انه سيعتبر وعد اي شعب اسرائيلي فاشل جري اه وسيفرضه على استردادها قال الله لابنائه عند انظرت لله ربك لا تتأخر في تنفيذه لان الرب الهك سيطلبها انك بالتأكيد وستكون خطيئة لك ولكن اذا الف تنعت عن النظر فلن تكون خطيئة لك الذي خرج نشفتيك تحافظ عليه وتؤديه لانك نظرت تطوعا لله ربك الف وعدت به بيف كسفر التثنية 23 من 21 الى 23 نقطة درس والدنالس اوهو رب والعد ولا يخلف يعاد سوف يحقق كل الف وعد به اولاده حتى اخر رسالة كدليل على اخلاصه ويتوقع نفس اله الوعد ان يشارك اطفاله نفسال بدأوي ارسون يريد نا اولاده احترا كل اته والوفاء بالوعود التي قطعوها في حضوره يريدنا يهوه وان نجعله نخلص عهودنا بين يديه سيحاسب كل نا ب اكاسب عالاسف كثير نال ا مين تهورون بكل اته انه يسارعون في تقدي الوعود ولكن فقط نسيانها قريبا بعض الناس يعدون بتقدي وقته او ولا او وده الى الله كل الف احتجو ال ساعدته ولكن فقط لاهانة كل اته بعد ذلك قد يقول للبعض يا الله اذا استطع ساعدتي خلال هذا الوقت العصيد ساجعل بقي حياتي لك في عبدتك لكن ينسون يثاقه علاه بعد دعاء سبجابه وفي الوقت نفسه لن ينسى الله اي يثاق يختار الرجل ال رأوا ان ينساه سيسأله عن ال واثقة التي اخذوا وقد يؤخر بارك اي شخص في ال ستقبل نتيجة اتخلاف ال يعد لذلك يجب على ال اه نينو ان يعتبر انه رأ هو ان يكون حسسين في حضور الها يدب على كل شخص ان يحتر كل اته غير غفلين في اقواله بحيث انه يقي وانبه يعد غير عاقل ولا بد لنا ان نجدد اواثقنا حينا بعد حين لتكون قبولة وعلى ال ا نينو ان يعل وبان تجديد ال واثق وتكري ها لا يدل في حق الرب لا تشير الى احساسه بالافتقار يهوه ليس فقيرا ولا يحتاج الى هباتنا نا اجلي البقاء انه يحتاج فقط لاثباته انتنا حتي كن نتحفيز زيد نالبركات في حياتنا ب جرد ان نثبت اننا اشخاص في كل اتنا سيعلن الخالق بركاته الرائع لفوائدنا وات جيد اس ها دعاء يا رب ارجوك ساعدني على احتراء كل اتي والوفاء بوعدي الف كاف لا تجعلني اعدك فيه الف لا استطيع الوفاء اجلب بذلك نق تك س حنى على تعهداتي السابقة غير ال استرد اجعل اي فرصة ضاعت بسبب اخفاقاتي السابقة تعود لي اعطني فرصة ثانية للحصول على بداية جديدة للتعهدات بشرف شرف حتى تكون سعيدا بركتي نالان فصاعدا الف نحن القوة لارضائك بعروض تع ودع يسر قلبك لتحفيزك على بركة لي اكثر حتى كن نالس رر فيلس تاعنب زاياك طوال ايا حياتي انشد الله وادعوه باس قال سيح يوسع فصل الف مد ين اشتركوا في القناة